فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُونُ وَمَتَاعُ الْإِلَاحِينَ أنعم الله عز وجل على آدم حواء بالجنة ورغد العيش وطرد إبليس من الجنة ورحمة الله لما عصى أمر الله بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم وفي اللحظة دي بدأت معركة أزلية بين إبليس وآدم عليه السلام معركة مستعرة بنار الحقد والقراهية وصرح إبليس بعدائه لآدم وقال فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ وارتد الذئب ثياب الواعظين قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لأو كمان وأقسم بالله كذبا أنه من الناصحين وما زال الشيطان يوسوس لآدم ويوسوس ويوسوس عملا بالمثل اللي بيقول الزن على الودان أمر من السحر فأزل لهم إبليس وأكل من الشجرة المحرمة ووقع في الخطيئة ولأن الرزق لا ينال بمعصية الله بل بطاعته أخرج من الجنة ورغد العيش قال الله عز وجل اهبطوا جميعا إلى الأرض يعادي بعضكم بعضا وتبدل الحال من رغد العيش إلى الكد والشقاء لتوفير مقومات العيش ولكم في الأرض مستقر وقرار ومتاع تنتفعون به إلى أن يحين آجالكم إما بالموت أو أن يرث الله الأرض ومن عليها علموا أولادكم من هو العدو الحقيقي أكيد هو إبليس وبيعون جنود من الجن والإنس يتساءل الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كيف استطاع إبليس أن يخدع آدم عليه السلام وهو قد أبى واستكبر عن السجود وطاعة أمر الله وزين إبليس الآدم حواء المعصية بشتى الطرق وقال لهم أن من أكل من الشجرة المحرمة أصبح من الخالدين وأقسم بالله كذبا أنه من الناصحين فإبليس يكذب ويعلم أنه كذاب وإلا كان قد أكل من الشجرة المحرمة ولم يطلب من الله عز وجل أن يمهله إلى يوم الدين ويرجع تساءل الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ما الذي أسقط آدم في المعصية ويجيب إنها الغفلة والنسيان وكان النسيان يعد معصية في الأمم السابقة ولكنه رفع عن المسلمين رحمة بهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهه عليه ويسأل فضيلة الشيخ هل الهبوط في المكان من أعلى إلى أسفل فقط أم في المكانة أيضا ويجيب سواء كان الهبوط ماد أو معنوي فإنه قد حدث ليباشر آدم مهمته على الأرض اللي هي الخلافة والعداوة بين الإيمان والكفر مستمرة إلى قيام الساعة فالحياة الدنيا ليست هدفا لأن متاعها قليل وأمدها قصير جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر